أهلاً بكم أبطال الصف الأول في درس جديد من دروس لغتنا العربية درسنا اليوم تجريد حرف الطا من الوحدة الثالثة للصف الأول الابتدائي هيا نبدأ بسم الله أهلاً أهلاً تلفاز أبي الحروف معه نجول ونطوف ماذا لديك اليوم؟ طبيب طائرة يركبها طيار طباخ أنا أرى أن هذه أسماء مهن أنا عندما كنت صغيرة كنت أريد أن أصبح معلمة وأنتم ماذا تريدون أن تصبحوا عندما تكبروا؟ هيا نرى المهن مرة أخرى طبيب طيار يركب الطائرة طباخ ما الحرف المشترك بين هذه الكلمات؟ أحسنتم إنه حرف الطاء ويشبه الطاووس طاء طاووس طاء أحسنتم ماذا نتعلم اليوم يا حمد؟ سوف نتعلم كيف نميز حرف الطاء اسمه وصوته ورسمه لفظاً وكتابةً أيضاً سنستمتع بنتق صوته مع الحركات القصيرة والطويلة والسكون هيا نبدأ إنني أعرف هذه الخريطة إنها خريطة وطني قطر هيا نقرأ هذه الجملة هذه خريطة وطني قطر مرة أخرى هذه خريطة وطني قطر رددوا معي هذه الكلمات خريطة خريطة أحسنتم وطني وطني قطر قطر ترى ما هو الحرف الملون هنا؟ أحسنتم إنه حرف الطاء حرف الطاء اسمه طاء وصوته اسمه طاء وصوته انظروا معي إلى هذه الكلمات هل تغير شكل الحرف هنا؟ أحسنتم لم يتغير إذن هو شكل واحد هيا نتعلم كيف نرسم حرف الطاء نبدأ من النقطة الحمراء نرتفع قليلاً إلى أعلى نرسم خطاً منحنياً ثم ننزل باتجاه السطر ونسير بخط مستقيم ثم نضع عصى الطاء من أعلى إلى أسفل هيا نلعب مع المصابيح العجيبة ما هذه؟ إنها طائرة طائرة أحسنتم أين موطع حرف الطاء هنا؟ نعم إنه في أول الكلمة أحسنتم ما هذا؟ إنه منطاد منطاد أين موقع حرف الطاء هنا؟ رائعون إنه في وسط الكلمة في وسط الكلمة من هذا؟ أحسنتم إنه ضابط يحمي وطني ضابط ضابط أين موقع حرف الطاء؟ هيا فكروا أحسنتم إنه في آخر الكلمة رائعون والآن حان دوركم في فتح الكتاب المدرسي صفحة 160 التمرين الثالث أقرأوا وأكتبوا وقم بكتابة حرف الطاء كما تعلمنا إنه مسرح نجوم فيه حرف الطاء يريد أن يغني مع الحركات القصيرة والطويلة مع الفتحة والضمة والكسرة ومع المد الطويل الآ والو والإي أحسنتم هيا نغني معه طريق ط ط طريق أحسنتم طائرة طائرة طا رائعون إنها طيور جميلة ط ط طيور طيور ما هذا؟ أشم رائحة جميلة؟ إنها رائحة عطور عطور أحسنتم مد طويل بالواو طو رائعون ط طفل ط طي بطيخ بطيخ أحسنتم أما حرف الط ط ط طا أما حرف الط طي مع السكون لا نستطيع أن نقرأه إلا مع الحرف الذي قبله مثل أحسنتم مطبخ مطبخ رائعون مطبخ والآن حان دوركم سيارة 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 ماذا لو أزلنا حرف السيني وجاء مكانه حرف الط ط ما الكلمة الجديدة هنا؟ أحسنتم ستصبحوا طيارة طيارة رائعون الكلمة الثانية هيا قرؤوها بصوت مرتفع نعم حبل حبل هيا نودع حرف الحاء ويأتي مكانه حرف الط ط ماذا ستصبح؟ رائعون طبل أحسنتم أحبائي بارك الله فيكم وبهذا نكون قد أنهينا درسا جديدا من دروس لغتنا العربية أراكم في درس جديد قادم إن شاء الله تعالى إلى اللقاء